اعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوية الصداعية تخص الالكترونات اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة النظم الالكترونية كنا اتكلمنا في الحلقة السابقة على جهاز استقبال المباشر اللي هو المنغم واتكلمنا عن المراحل بتاعته وشرحنا كل مرحلة اللي بيتم فيها بالزبط وده كان تاني نوع من انواع جهاز استقبال المعدلة AM النهاردة هنتكلم على النوع الثالث اللي هو نوع جهاز استقبال السوبر هترو دايل ولما نيجي نتكلم احنا كنا ادينا فكرة عنه في نهاية الحلقة السابقة بس النهاردة هنتكلم عليه بالتفصيل وحنبتدي نقول برضو رسم تخطيطي ليه ونشرح كل المرحلة أو كل مرحلة بتعمل ايه في الرسم التخطيطي لازم نبقى فاكرين كويس قوي ان احنا كان عندنا تلات انواع من انواع جهاز الاستقبال اللي هو الAM او التعديل الاتساعد النوع الاولاني كان الجهاز استقبال البلوري اللي هو الكريستل اللي هسميناه البسيط والنوع الثاني كان جهاز استقبال المنغم اللي احنا قلنا عليه مباشر والنوع الثالث اللي هو جهاز استقبال السوبر هترو دايل الاول اللي خلانا دلوقتي يعني بمفكر يعني شايف كده نسأل انا كلمة سوبر هترو دايل يعني هو جهاز استقبال انما كلمة سوبر هترو دايل دي معناها ايه كلمة سوبر هتروداين مقسومة جزئين سوبر يعني ممتاز وهتروداين اللي هي نظرية خلط الترددين جاء من قوة خلط الترددين يعني ايه معنى كده خلي بالك بقى معايا يعني انا كده بتعامل مع ترددين الله ده احنا كنا في جهاز الاستقبال المباشر وكنا في جهاز استقبال المنغم بنستخدم تردد واحد اللي هو تردد المحطة المستقبلة والحد ما نوصله بيوصل على الهواء الحد ما نوصله على السماعة ونسمع الصوت طيب كلام كويس انما هنا بقول ترددين ترددين تردد تاني ده جي منين يبقى كده اصبح عندي في اختلاف في المراحل بتاعة جهاز استقبال السوبر تروداين عن جهاز استقبال المنغم والبسيط طيب خلي بدك بقى معي خط السير واحنا بنشرح جهاز استقبال السوبر تروداين ايه هو خلي بدك بقى اللي عليزم اقول لك الجزء ده عشان تبقى فاهم احنا هنعمل ايه خلال الحلقة دي هنشرح الرسم التخطيطي بتاع جهاز استقبال السوبر تروداين بالمراحل بتاعته بالمراحل الجديدة وحنقول ايه هي المراحل اللي كانت معنا قبل كده من المباشر وايه هي المراحل اللي ضفناها عليها عشان يتكون جهاز استقبال السوبر تروداين وحنشرح عمل كل مرحلة وحنشرح كل مرحلة خلي بدك بقى معايا ده في الكلام ده في رسم التخطيطي حنيجي بقى للجزء اللي بعد كده كل جزء حنشرحه في الرسم التخطيطي حنشرحه على جهاز استقبال السوبر تروداين تعليمي حنشرحه الجزء العملي والجزء النظري لي يعني ايه يخلي بالك بقى معاه لو انا مثلا على سبيل المسأل حتكلم عادية الاختيار كانت موجودة في جهاز استقبال المباشر المناغة حنتكلم عليها برضو في السوبر تروداين حنتكلم عليها ونقول فايدتها ايه في الرسم التخطيطي ونروح نشوفها في الدائرة العملي ونروح نشوفها في الدائرة النظري كلام ده اللي حنشوفه على جهاز تعليمي سوبر تروداين موجود عندنا في المعامل بتاعتنا يبقى انا دلوقتي بجمع ما بين الشرح بتاع رسم التخطيطي والشرح على الدائرة العملي والشرح على الدائرة النظري يبقى كده انا طبقت التلات عناصر اللي عندي اللي خلوني افهم كل مرحلة بتعمل ايه بالزبط وده اللي مقصود من حلقة النهاردة وده الهدف اللي احنا عايزين نوصله اللي احنا عايزين نوريه دائرة اختيار في الرسم التخطيطي ما كانها فين في دائرة العملي شكلها ايه وموجودة فين وفي الدائرة النظري شكلها النظري ايه نبقى انت كده اتقنت كل حاجة في جهاز استقبال السوبر هتروداين اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة وهنبتدي نتكلم عليه بالتفسير نرجع على الشاشة ونشوف جهاز السوبر هتروداين هيتكلم عليه ازاي نشوف كده على الشاشة سالسا جهاز استقبال الازاعي السوبر هتروداين خلي بالك ده كل الاجهزة اللي بتكلم عليها اي ام تعديل التساعي سواء كان البسيط اللي هو البلوري سواء كان المنغم اللي هو المباشر والتالت اللي هو السوبر هتروداين خلي بالك بقى معي ده الرسم تخطيطي لجهاز استقبال السوبر هتروداين تعديل التساعي AM وعرفنا AM Amplitude Moderation تعال شوف كده الرسم التخطيطي اول ما شفت الرسم التخطيطي كده وبصيت فيه لفت نظري ان اول حاجة كان فيه حاجات موجودة في الجهاز المباشر ده اختيار مكبر تردد عالي كاشف مكبر جهد مكبر قدرة سماعة الله طب ايه اللي جد جديد عندي جد جديد خالد مكسر زبزل محلي اللي هو Local Insulator ومكبر ترد متوسط والAVC خلي بالك بقى معي دول جده عندي جديد وإيه اللي عجب الجديد ده كله هي نظرية خلي بالك بقى معي فيه هنا اشارة انا هاخترع عن طريق محطة عن طريق داية الاختيار فهتخش تتكبر بعد كده تخش على الخالد ما كانش فيه خالد في الجهاز للسقبال مباشر في نفس الوقت فيه هنا مزبزب محلي يبقى فيه هنا تردد جاي بتاع المحطة اللي انا عايزها اللي بنسميها Frequency Courier او تردد موجة الحملة والحملة طبعا لمين؟ للصوت او لموجة الصوتية وفيه هنا F أو Frequency Oscillator تردد مزبزب ده خلق على الخالد شفت بقى خلي بالك بقى معي ده الجزء او ده جزء الجديد اللي هيخليلي النظر حيتغير في السوبر هتروداين عن جهاز الاستقبال مباشر خلي بالك بقى معي من الجزء اللي حقوله دلوقتي لان هو ده اساس الشغل بتاعنا انا قلتلك سوبر هتروداين سوبر يعني ممتاز وهتروداين اللي هي نظرية خلط الترددين وقلتلك هيجوا منين الترددين قديني عرفتهم Frequency Courier تردد موجة الحاملة للاشارة الصوتية التردد مخافض والFrequency Oscillator اللي هو تردد مزبز وقلتلك دلوقتي اتنين حيخشوا على الخالط حيتخلطوا مع بعض ويطلع نتيجة الخالط ده حاجة اسمها التردد متوسط عشان كده في رسم التخطيط يبعد الخالط مباشرة في مكبر تردد متوسط المجموعة دي كلها ما كانتش موجودة في الجهاز الاستقبال المباشر قلت باخد الاشارة اختارها اكبرها ودخلها على الكشف مباشرة ما كانش فيه نظرية خالط الترددين اللي هي الهترو ضايم عظيم فوايس قوي يبقى اذا انا عرفت دلوقتي جديدة عندي اللوقة الاسوليتر اللي هو المزابز بالمحلي والميكسر ومكبر التردد المتوسط والايفي سي هم دول الجودات انما الباقي احنا درسنا فنين فيه جهاز الاستقبال المباشر بس هنقولهم بالتفصيل وحنشوفهم عملي وموظر تعالي نشوف بقى جزء جزء في الديارة اللي احنا بيتكلم عليها او في الرسم التخطيطي اللي احنا بنتكلم علي نرجع للشاشة يبقى انا عرفت دلوقتي فيه اختيار فيه مكبر تردد عالي فيه خالط فيه السوليتر او المزابز بالمحلي مكبر تردد متوسط كاشف كاشف اي في سي مكبر جهد اللي هو مكبر تردد صوتي مكبر قدرة وسماعة احنا بقى عايزين نشوف كل مرحلة بتعمل ايه وقبل ما نشوف كل مرحلة اشوف الاول شكل الجهاز اللي هشوف عليه الجزء العملي والنظر طيب نشوف الكلام ادي الجهاز اللي عندي اللي موجود عندنا في المدرسة في المعمل واغلبية المدارس كلها موجود فيها ده خلي بالك معايا الجهاز ده جهاز تدريب بنسميه AM radio receiver بنضرب عليه الطلبة ان احنا بنشوف المراحل اللي عليه بنشوف شكل الاشراط على كل مرحلة وبرضو بنعمل فيه جزء معين ان احنا بنعمل ايه بنوصل جزء جزء فيه الجزء الخالجي اللي هو بتاع مكبر اللي هو مكبر الاخراج كله ده بيبقى حوريك ازاي وحقولك ازاي بيتوصل عشان نبقى نعمل عليه تجربة معمل خلي بالك بقى معاه الجزء العلوي اللي فوق ده كله ده الجزء العملي اهو ترانزيستورات وملفات بتاعت الاوسليتر وتريمر وفيه مفتاح وفيه عندي محاولات وكل الكلام ده هنقوله نظري بس انا بقولك عملي ونظري بس انا بقولك الجزء اللي فوق ده كله العملي الجزء اللي تحت ده كله نظري وخلي بالك بقى معايا تلاحظ كده لأ يعني بص كده بمجرد النظر انت حسيت ان الجزء ده متكرر تحت اهو بص تريمر وسوليتور ترانزيستور وبعدين فيه عندي مقامة وبعدين كده بتريمر ونفس الكلام فوق الله طب ما ايه الجزء اللي فوقه الجزء تحت ايوة ده سؤال مهم انا لو بصت على الجهاز كده الاقي هنا مكتوب عليه ميديام ويف وهنا فيه لونج ويف اللي دابليو وم دابليو ميديام ويف اللي هي الميديام ويف اللي هي الموجة المتوسطة واللونج ويف اللي هي الموجة الطويلة اذا خلي بالك بقى معايا الجهاز اللي حنشتغل عليه ركز كده معايا عشان اقول لك القصة بتاعت الجهاز ده حنبدأها ازاي لان احنا اخدها خطوة خطوة ولما اقول لك ركز معايا تخلي يعني عنيك كده في وسط راسك لان الكلام ده احنا عايزينه مهم جدا مهم جدا الجهاز ده اتنين موجة اتنين موجة من الناس عيلك رأس متخطيطي فيه داية اختيار وهوائي وداية اختيار تخلي بالك كويس او معايا طالما الجهاز ده اتنين موجة يبقى لازم عندي فيه اتنين داية اختيار وفيه مفتاح اخطار بي انت هتختار الموجة الاوانية اللي هي الام دابليو الموجة المتوسطة ولا هتختار الموجة الطويلة على حسب ما انا عايز وده اجهاز عندنا فيها جهاز السيئبال بتاعت الراديو احيانا بيلاقي مفتاح اغلبية الاحيان بيلاقي مفتاح مكتوب عليه مكتوب عليه ام عليه مكتوب عليه ام وف ام وممكن ام بتلاقي مفتاح تاني مكتوب عليه اللي هي الموجة الطويلة وميديام ويف والكلام ده كله نشوفه وبختار النهات زي ما أنا عايز إذن أنا فهمت دلوقتي إن الجزء الأولاني خلي بالك معي كويس أو من الكلام اللي حقوله الجزء الأولاني الاختيار خلي بالك معي الهوائي واحد الاختيار ومكبر التردد العالي وترانزيستور خلي بالك كويس أو من الكلام اللي حقوله الخالط ده جزء الواحده في الام دابليو وجزء الواحده في اللونج دابليو جزء واحده في الموجة المتوسطة وجزء الواحده دائرة الواحده في الموجة المتوسطة ودايرة الواحده فين في الموجة الطويلة خلي بالك بقى معي في الدايرة بتاعة جهاز استقبال السيبرتروداين لما شفنا في الرسمة التخطيطي شفنا إيه شفنا دائرة الاختيار ومكبر التردد عالي وخالط خلي بالك دائرة الاختيار ومكبر التردد عالي وخالط مكبر الترد العالي والخالط الاتنين دول بستخدم فيهم ترانزوستر واحد ترانزوستر واحد خلي بالك كويس قوي من الكلام اللي انا بقوله بستخدم فيهم ترانزوستر واحد اسمه الكونفيرتر او المبدل وكلمة كونفيرتر او عاكس او مبدل حنقولها ليه برضو اثناء الشغل وحنا بنشرح حنقول ليه سمو المبدل او على فكه سمو المبدل عشان بيبدل حاله من مكبر ترد العالي والخالط قد نقولتك المعلومة في الاول هي بس خليك فاكره لان احنا هنخش بالمعلومة دي بالتفصيل لما نجد اشرح مكبر ترد العالي والخالط هو بيغير نفسه او بيبدل نفسه الترانزوستر ده عشان كده بيسموه المبدل يشتغل اول كمكبر ترد عالي وبعدين يطلع جزء من الاشارة لوح داية المزبزب اول ما تشتغل داية المزبزب واتطلع التردد بتاع تردد المزبزب اللي هو الاف او او التردد بتاع التردد المزبزب محل وخش على مكبر المكبر يبدل نفسه من مكبر تردد العالي الايه لخالط دي برضو عشان نبقى فاهمنا نرجع للدائرة تاني ونشوف هنا المبدل ده يعني حتة بالزبط في الدائرة الترانزوستر يجع للدائرة مرة تانية على الشاشة لو بصت كده على الشاشة ألاقي عندي فيه الترانزوستر هو كيو واحد دا اللي هو المبدل بتاع مين بتاع الميديا مويف وده الكيو 2 بتاع المبدل بتاع مين بتاع اللون كويف يبقى انا عرفت الترانزوستر هو النظري كيو واحد وكيو 2 فين كيو واحد وكيو 2 ادي كيو واحد واده كيو 2 في العمل انا بس بجوزة ده انا بشرحش الجوزة العمل والنظري بس بعرفك اللي في الدائرة اللي احنا هنبتنى نمشى عليه لنما احنا هنتكلم بقى مرحلة مرحلة وبقى المرحل عنده فيه مفتاح زي ما قلتلك اهو اللي هو السويتش ده اللي هو ده اللي أنا أختار منه اللونج ويف أو الميديا موين والتونينج ده اللي هو المكسف المتغير اللي باختار بيه اللي هو بمسة C4 و C5 اللي أنا بتم عن طريقه اختيار المحطة المرغوبة سواء برضو كانت لونج ويف أو ميديا موين نشوف كده بقى شرح الرسم التخطيطي اللي هي مراحل لجهاز استقبال سوبر هترو داين تعديل تساعي A-M هنبدأ بأول حاجة الهواء التوافقي تيونينج سيركيت خلي بدك بقى معايا تيونينج سيركيت دايرة الاختيار أو دايرة الهواء التوافقي دايرة الهواء التوافقي عبارة عن إيه؟ عبارة عن الأنتنة الهوائي ومعاها دايرة الاختيار الاتنين دول بسميهم تيونينج سيركيت أو دايرة الاختيار الهوائف ونظفته ايه هيبتدي يلتقط الموجات الكهرومغناطسية ويحولها الى موجات كهربية ادي الجزء الاولاني في التونينج سيركيت اللي هو الانتنة جزء التاني دائرة الاختيار اللي بتم عن طريقها اختيار المحطة المرغوبة ورفض باقي المحطات انا عايز اسمع محطة معينة بجيب المكسف او المفتاح اللي بختار به اللي هو المكسف برضو اللي بلفو عشان اختار به المحطة اللي انا عايز والباقي ما بسمعوش طب دائرة الاختيار دي عبارة عن ايه عبارة عن ملف ومكسف متغير ملف ومكسف متغير هنشوفها عملي ونشوفها ناظري بس انا بقولك ايه هي عبارة عن مين عن ملف ومكسف متغير استقبلت المحطات او الاشياءات الكهرباناطسية وحولتها الكهربية عن طريق الانتنة واخترت المحطة اللي انا عايزة عن طريق دائرة الاختيار بعد كده بنقلها على مين على مكبر التردد العالي تعال نشوف فائدة الهواء التوافقي ايه بالزبط على الشاشة نشوف كده الهواء التوافقي وزي ما قلت لك هو الانتنة اهي وده ايضة الاختيار تشمل هذه المرحلة اللي هي يعني بتبقى مكونة من ايه على الهوائي الذي يعمل على التقاط جميع الاشارات اللاسلكية الكهرباناطسية اهيه طبعا بياخدها من محطة الارسال المرسلة من قبل محطات الارسال الازعية وتحولها الى ايه الى اشارة كهربية متغيرة طبعا حسب الصوت نفسه نيجي بقى المين للجزء التاني ده الهواء الاول التن ويتم في هذه المرحلة بص اختيار المحطة المرغوبة عن طريق دائرة مين دائرة الاختيار ودائرة مين زاد سعة متغيرة يبقى فيها مكسف متغير ومعها الملف ونقلها الى مكبر التردد العالي عظيم تعال نشوف بقى الهواء التوافقي اللي هو التونيج سينك عمليا ونظريا تعال نشوف الكلام على الجهاز اللي اتكلمت على ايه فين بقى التونيج سيركيت اول جزء عندي بص كده في الجزء النظر ايه هو شايف عبارة عن ايه قدي الانتنة وقدي داية الاختيار داية الاختيار اللي هو سيء بس سيء اربعة والي واحد داية الاختيار بتاعت مين بتاعت اللونج ويف وبعدين عندي سيء خمسة اللي اتنين دا مين بقى داية الاختيار بتاعت مين اللونج ويف اللي هي الموجة الطويلة دول في النظري اهم قدي داية الاختيار بتاعة او الهواء التوافق بتاعت الميديا موجة متوسطة وقدي داية الاختيار بتاعة الموجة الطويلة اللي هي دا في النظري طب في العملي فين اهم شايف المكسف المتغير اهو وقدي الانتنة وقدي الملف قدي الانتنة هي وقدي الملف والمكسف المتغير اللي تحت الاوكرا دي اهو قدي الجزء العملي بتاعت مين بتاع الهواء التوافقي اللي هو تيونينج سيرك هنروح بعد كده المين لمكبر التردو العالي مكبر التردو العالي راديو فريكوانسي امبلفاير راديو فريكوانسي امبلفاير اللي هو مكبر التردو العالي خلي بالك بعمل مكبر التردو العالي موجود بعد مين بعد هيت الاختيار خلاص انا اخترت المحطة اللي انا عايز اخترت المحطة اللي انا عايز اللي هي F-C Frequency Courier تردد الموجة الحاملة للمحطة اللي أنا عايزها اللي هي F-C مكبر التردد العالي ده بياخد ياخد تردد المحطة ويبتدي يكبره يعمل له عملية مين التكبير اللي هي الامبلفير بيكبره لمشتوى المطلوب خلي بالك ده مكبر تردد مين التردد عالي نرجع بقى للكلام اللي أنا قلته لك في البداية أنا عندي مكبر التردد العالي خلي بالك والخالط مكبر تردد عالي والخالط ترددستر واحد احنا دلوقتي هنتكلم كمكبر تردد عالي الاشارة تخش اللي اخترتها تخش عالية مكبر تردد عالي تتكبر وتطلع مكبرة في الخارج ده الكلام اللي احنا ايه بنقوله على مين على المكبر ده في رسم التخطيط لما نجي في العملي والدائلة النظرية هنلاقيه ترانزستر واحد هو اللي بيشتغل كخالط ومكبر تردد عالي تعالي نشوف الكلام ده على الشاشة مكبر التردد عالي اللي هو راديو فريكونسي أمبل فاير هو المرحلة دي اهو دخلت الاشارة تلقات مكبرة بيعمل هذا المكبر على تكبير جهد الاشارة ذات التردد عالي التي تم اختارها ويتم توصيلها الى دخل مرحلة مين المازك يعني اذا هياخد التردد بتاع المحطة وده وروحه مدخله على مين على المازك يجي بعد كده بقى مزبز بالمحل لتردد المحل ده يبتدي يشتغل اول الاشارة دي ما تيجي خلي بالك بقى معايا اتكبرت ودخلت على مين على المازك حيبتدي يشتغل مين تعالى الاول بس نشوف الراديو فريكونسي أمبل فاير او مكبر التردد عالي ده عمليه نظريا وبعد كده نرجع علي مين للأسليتر مكبر التردد العالي اللي هو راديو فريكونسي أمبل فاير نظريا وعمليا شكله ايه بقى بص كده اهو نظريا اهو ادي كيو واحد اهو بتاع مين تاع المجاة المتوسطة عمليا فين كيو واحد اهو طيب في الميديا في اللونج ويف في المجاة الطويلة كيو اتنين اهو في النظري في العملي فين اهو نبقى كده انا عرفت مكبر التردد عالي بس خلي بالك الترانزوستور ده مكبر تردد عالي وخالد في نفس الوقت وخالد في نفس الوقت بنيجي بقى ازاي حيبدل نفسك وخالد حيبدل نفسك وخالد لما يبتدي يشتغل مين المزبزب لما يشتغل مين المزبزب انا هقولها لك دلوقتي انما هي جاية بالتفصيل مكبر التردد عالي عايبتدي يكبر الاشارة اللي تم اختيارها خلي بالك جز جز من الاشارة المكبرة اللي كبرها مكبر التردد عالي ده اللي خالجه منه تروح على دارة الاوسليتر اول ما الجزء ده يوصل دارة الاوسليتر المزبزب بيبتدي يشتغل ويطلع تردد المزبزب يعني كأنه بس النبضة الاوانية الجزء الاواني ده هو يشغل دارة المزبزب بيشتغل دارة المزبزب بتطلع تردد التردد ده هاخده واروح مرجعه على مكبر التردد العالي او للتردد بتاع المزابزب ده ما ييجي على رجل تشغيل كمكبر تردد عالي اهو او المزابزب ده ما يبتدي يشتغل ويوصل تردد المزابزب لمكبر التردد عالي يبدل نفسه يشتغل كخالط لانه هو دخله الشرط المحطة اللي انا عايزها وفي نفس الوقت جاي تردد مين المزابزب يقلب نفسه من مكبر لخالط وحنقولها بالتفصيل برضو بس انا بقولك الفكرة ايه ليه حطينا ترانزوستر واحد شغال كمكبر تردد عالي وخالط في نفس الوقت نرجع لشاشة مرة تانية وكده شفت انا الجزء اللي انا باينهو عندي اللي هو زي ما قلتك كي واحد وكي اتنين في النظري كي واحد وكي اتنين في العمل اللي هم شغالين كمكبر تردد عالي نشوف بعد كده عندي الجزء التاني المزابزب المحلي اللي هو الوكال اوسليتر اللي هو ده فايدته ايه خلي بلاك باع معاي المزابزب المحلي فايدته ان هو بيطلع تردد ركز كويس اوي معاي في الجزء اللي هقول بيقوم بتوليد تردد اعلى من تردد المحطة المستقبلة بمقدار التردد المتوسط يعني ايه انا اخترت محطة المزابزب ده يطلع تردد اعلى من المحطة اعلى منها بمقدار التردد المتوسط تردد بين الهو تردد المتوسط ايه التردد المتوسط ده ده لانا حاطرت له مرحلة مكبر تردد المتوسط بعد الخالط ودي زي ما قلتلك التردد اللي هيطلع من المزابزب وهو اعلى من التردد المحطة اللي انا عايزها بمقدار التردد المتوسط اللي هو وربعمية خمسة وخمسين كيلو هرتز وحنجيله بالتفصيل بس انا قلتلك دلوقتي عشان تبقى عارف كم تؤدي ايه يبقى المزابزب بيطلع تردد اعلى من تردد المحطة بمقدار التردد المتوسط تردد المحطة برمز لرمز F-C Frequency Courier تردد المزابزب بسميه Frequency Oscillator F-O اصبح دلوقتي فيه ترددين اه الهيترودين فاكرين اللي هيت خلط التردد ايه تردد المزابزب وتردد المحطة حيروحوا فين حيروحوا للخالط عشان يبتدي يعمل عملية مين الخالط بين تردد المحطة وبين تردد المزابزب وإيه اللي هيحصل في الخالط ده هنجيه له ان شاء الله في الشرح تعالي نشوف بقى الاول الجزء اللي خاص بمين بالمزابزب المحلي اللي هو Local Acculator ونشوف المزابزب المحلي ده بيعمل ايه بالزبط وازاي بنكتب الشرح بتاعه نرجع للشاشة مرة تانية المزابزب المحلي Local Acculator اللي هو ده زي ما قلت لك كده بيقوم بتوليد تردد او زبزبة مستمرة زي التردد اعلى زي التردد اعلى من قيمة تردد اشارة المحطة المستقبلة بمقدار 455 كيلو هرتز وهو قيمة التردد البيني او التردد المتوسط على فكرة في قيم كتير غير 455 فيه 455 و467 يعني فيه كذا قيمة للتردد المتوسط انما اشهر قيمة فيهم اللي احنا بيشتغل بها دايما اللي هي 455 كيلو هرتز ده قيمة التردد المتوسط خلي بالك انا بقولك هو المزبزب يقوم بتوليد تردد اعلى من تردد المحطة بمقدار التردد المتوسط اللي هو 455 كيلو هرتز هقف برضو هنا واقول طيب ايه اللي يضمنني انه هو المزبزب كل ما اختار محطة هو يطلع اعلى منها ب455 يعني على سبيل المثال اخترت محطة ترددها 1000 كيلو هرتز هاي فكرة الكلام اللي بقول ده هو اللي بتشوفه على المينة بتاعت جهاز الاستقبال يهاز الراديو هتلاقي ارقام ودي تردد الام بالكيلو هرتز والف ام بالميجا هرتز لما نجيله ان شاء الله انما حالي لاتش غيرين في الام لو انا اخترت محطة ترددها 1000 كيلو هرتز المزبزب غصب عنه لازم يطلع تردد 1455 كيلو هرتز مش هنقول لابنه طلع تردد اعلى من تردد المحطة بمقدار تردد متوسط وهقول لك ليه 455 كيلو هرتز عشان لما نطرح الهتلين من بعض يطلع ال455 مطرح تردد المحطة من تردد المزبزب يطلع 455 ازاي خلي بالك معا اخترت محطة ترددها 1000 المزبزب 1455 لما اطرحهم من بعض الطرح ده هو التردد متوسط اللي هو 455 كيلو هرتز طب اخترت محطة ترددها 2000 المزبزب لازم يغير نفسه ل2455 كيلو هرتز عشان لما اطرحهم من بعض برضو هيطلع 455 طب انا كل ما اختر محطة المزبزب المفروضة طلع لها تردد اعلى منها بربو مية خمسة وخمسين اه عشان كده طبعا اعرف اعرف ازاي المزبزب ان انا اخترت محطة ترددها 1000 او 2000 او 3 ولازم تطلع لها انت اعلى من الكلام اللي انا اخترته بربو مية خمسة وخمسين الاتنين دول الدايرة بتاعة دايرة الاختيار ودايرة المزبزب لازم يكون فيهم ربط بين الاتنين ربط بين الاتنين عشان ده اختار 1000 دا 1455 2000 1455 3000 3000 4555 لازم يكون فيه حاجة ربطة الاتنين مع بعض خلي بالك شوف انا بقولك اهو حاجة ربطة الاتنين مع بعض هقولها لك بعد كده هو مكسب متغير ومكسب متغير والاثنين على محور واحد الاثنين على محور ايه واحد عشان اضمن اول مختار 1000 دا يطلع 1455 اخترت 5000 يطلع 5000 4555 يبقى دا برضو لازم نكون عارفين ايه بالزبط اللي بيربط بين الاوسوليتور المزبزب والتورنينج سيكيت او دايرة الاختيار نرجع للشاشة مرة تانية يبقى زي ما قلنا المزبزب بيقوم بتوليد زبزبة مستمرة زي التردد اعلى من قيم التردد الاشارة او المحطة المستقبلة بمقدار 155 هو قيمة التردد بيني او التردد المتواصل تعالي شوف بقى هنا ويتم بص بقى وضع المكسف المتغير لدائرة الهوائي التوافقي اللي بتاعت الاختيار ودائرة المزبزب المحلي على محور واحد بحيث يكون تردد المزبزب المحلي اكبر من تردد المحطة المستقبلة بمقدار التردد بص اهم الاتنين دول شوف المحور دا والاحتي دا انا لما بغير هنا بيتغير معاهم على طول يبقى كأني بغير في الاتنين ده خطرت الف ده بديني الفاربوماة خمسة وخمسين اخترت 2000 ده بيديني 1455 ليه لان هم اتنين حاكمهم بمحور واحد او باداة تحكم واحدة وده المكسف المتغير اللي احنا هنتكلم وحنوره لك بالتفصيل في نفس الوقت خلي بالك معايا انا حطيت مكسف متغير هنا في ابن اسليتور مكسف متغير على مع الاختيار على محور واحد عشان اضمن ان التردد اللي انا اختاره لا تردده مزبزب اعلى منه بكم بربعمية 555 في نفس الوقت بحط مكسف متغير مع مين بقى مع دائرة الخالط ومزبزب اصباح دلوقتي فيه بص المزبزب مع مكسف متغير بالخالط ومع مكسف متغير كمان في الاختيارة بس هنقول بدع الخالط الاول عشان اضمن ان الفرق بين الترددين 455 يبقى ادي الحالة تانية مكسف متغير مع الخالط عشان اضمن الفرق بالاثنين ربعمية خمسة وخمسين مكسف متغير مع الاختيار عشان اضمن ان ترد المزابزب المحلي اعلى من ترد المحطة المستقبلة بربعمية خمسة وخمسين ويتم وضع المكسف المتغير لدائرة المزابزب على محور واحد مع المكسف المتغير لدائرة الخالط بحيث يكون الفرق بين المزابزب المحلي وترد المحطة المستقبلة دائما سابت ربعمية خمسة وخمسين يبقى ده الجزء الخاص بمين باللوكال وقادي مزبزب المحلي بتاع الخالط ومزبزب المحلي المكسف المتغير بتاع مين بتاع الخالط ومكسف المتغير بتاع مين المزبزب المحلي تعال شوف فقط تلاتة مع بعض يبقى انا عرفت دلوقتي فيه بص فيه تلات مكسفات على محور واحد بتاع الاختيار وبتاع المزبزب وبتاع الخالط بتاع الاختيار خلي بالك بقى معايا مع الاختيار مع المزابزب عشان اضمن ان التردد اعلى من المحطة او من التردد المحطة بربعمية خمسة وخمسين ومزابزب المحلي المكسف بتاع المتغير مع الخالط عشان اضمن ان الفرق بين الاتنين ربعمية خمسة وخمسين اذا اصبح ان في مكسف متغير هنا مش مكسف ده تلات مكسفات على محور واحد خلي بلاك بقى معايا ثلاث مكسفات على محور واحد يعني خلي داك معا يعني كان دا مكسف وده مكسف وده مكسف انا لما بغير في واحد كده بلف بغير في التلاتة بغير في مين في التلاتة بغير في المزابزب عشان يطلع تردد اعلى من تردد المحط بغير في اختيار عشان اختار المحط بغير في المزابزب عشان يطلع تردد اعلى من تردد المحط على ما خمسة وخمسين وبغير في الخارط عشان اضمن ان التردد بتاع المحطة وترددهم زبز بالفرق بينهم ثابت ربعمية خمسة وخمسة. اذا لدي مكسف متغير عبارة عن تلات مكسفات. تلات مكسفات وحشوق وحريك الصورة دلوقتي. بس التلات مكسفات دول لما انا بغير في واحد بيتغير التلاتة كلهم مع بعض. في المحور كده بغير في واحد بيتغير التلاتة مع بعض. المكسف احنا عارفين عبارة عن موصلين بينهم عازل. والعازل ده ممكن يكون عندي في المكسفات. يا اما مايكا يا اما هوائي. ده هنتكلم عليهم يعني. يا اما الهوائي الهواء يا اما مين يا اما المايكا. خلي بالك بقى معي. لو انا عندي مجموعة الواح اهي. كل بص كده كل اتنين مع بعض عندين مكسف. وفي بينهم هوى اهو. المجموعة الالواح دي لما بتخش في بعضها العزل بيقل. شوف الهواء بيقل. كده فيه هوا هو. بن صوابعي. العزل بيقل. طب ما طبعا المسافة لما بتقل بتزيد بين الالواح. بيتغير معايا الساعة وبيتغير معايا التردد. ويتغير معايا تردد المحطة اللي انا عايزها. يبقى تغير التردد. يتغير الساعة. يبقى يتغير معايا التردد. يبقى يتغير معايا المحطة. طب ما تيجي نشوف الاول الجزء اللي خاص بالاوسليتور. وبعدين نشوف المكسفات المتغيرة بتاعة مين المزبزب وبتاعة دائرة الاختيار وبتاعة دائرة الخارط. نرجع للشاشة مرة تانية. نشوف كده عندي. قادي التلات مكسفات اللي قلتك عليهم. اللي بنغيرهم عن طريق اكس واحد او محور واحد. وهنشوفهم عملي. الشكل العملي للمكسف المتغير اللي هو الفيريابل كاباستر. اهو. ركز بقا معايا اهو. ادي تلات مجموعات. دول تلات مكسفات. ده مكسف وده مكسف وده مكسف. لو غيرت في واحد هيتغير معايا التلاتة. هبتدي يتدخلوا ويقربوا. وعلى فكرة المكسف ده لو تفتكروا ركزوا بقا معايا. ايه شرحناك مين في تجميع في الحلقة السابقة بتاعة تجميع جهاز استقبال المنغم او المباشر. وشوف نا واحنا بنغير في المكسف عمليا. شوفناها. واحنا بنغير في المكسف بس مع صوت معطات مختلفة. لما عملنا تجميع الجهاز ده عمليا. وشوفنا شكل المكسف ده اللي هو موجود معنا على الصورة ده. شوفناها فعلا واحنا بنجمع المكسف او بنجمع جهاز استقبال استقبال اللي هو الايه المنغم او المباشر. حنشوف صورة تاني برضو للشكل بتاع المكسف المتغير. ادي واحدة. ادي برضو تلات مجموعتهم بينين خالص. وادي شوف التلس ده هو اللي بيتغيره وبحرك به المحور او الاكس ده بن بداية النهاية ه هو. وده اللي بيغير معايا المحطة. وده شكل برضو تاني اهو. كل المكسفات اللي بتكلم عليها دي. ده ده تلات مكسفات. على محور واحد. والعزل بتاحهم هوى. العزل بتاحهم هوى. اللي هو بين المكسفات بين الالواح يعني. نعمان. نشوف نقطة تاني برضو هو نفس الكلام. ونشوف نقطة تاني اللي هو مايكة اهو. ده العزل بتاعته مايكة. ده مركز متغير. برضو تلات مجموعات. تعال نشوف هنا اللي برضو الجزء اللي خاص بالمزابز بالمحلي. نظريا وعمليا. فين بقى اللوكال اصليتر اهو. في اصليتر اهو. خلي بلاك بقى معايا. اللي هو الجزء ده اهو. التلاتة او الاتنين اهي. وسي اربعة عشر اهو. ادي ادي بتاع الميديا موافر. واللي تحت بقى اهو. الاربعة مع سي خمستاشر. ده الجزء بتاع النظري بتاع مين? بتاع الميديا مواف. تعال نشوف الجزء العاملي بتاعه اهو. ادي ملف في الاوسليتر. بيبقى لونه احمر غامق. شايف كده? ليه احمر غامق? خلي بقى لعيني فيه عندي ملفات اهيه? اصفر وابيض واسود. مش هاجه اتكلم عليها دلوقتي خاص بس خليك فاكم ده احمر غامق. ده بتاع مين بتاع الميديا مواف? الاوسليتر او المزبزب المحلي بتاع مين? الميديا موافر. تعال نشوفه في هنا. النظري بتاع اللونج ويف اهو. ده ات المزبزب اهو. في العمل الجزء بتاع اهو. كلام جميل. خلي بلاك بقى بص معي. انا عايز بس افكرك بالجزء اللي خاص بمين? بازاي الترانزستور يغير نفسه من. خلي بالك كويس اوي. من مزبزب من مكبر تردد ده عالي الخالط. اهو الترانزستور ده كيوعد او كيو اتنين. على حسب الموجة اللي عايزه. شايف كده ده مكبر اهو? بتدي تخشيني الاشارة. عشان تتكبر. جزء منها. بص كده جزء منها. هيخش على دلقة المزبزب. اول ما تشتغل دلقة المزبزب هتطلع تردد. يبتدي التردد ده ياخده اهو. هنطلق سياع عشرة ويحو موصل للمشاع. اصبح دلوقتي في اشارتين اهم. وده الكلام اللي هنقوله في الخالط. في اشارة على القعدة وفي اشارة على المشاع اللي هم الترددين. هيبتدي يغير نفسه طبعا من مكبر تردد عالي الايه? لخالط. وده الكلام اللي هنقوله على دلقة مين? الخالط. مرحلة المازج او الخالط اللي هو الميكسر. وظيفته ايه? الخالط او الميكسر. بيخش له تردد من المحطة المستقبلة بعد ما تتكبر. ويخش له تردد مزبزب. ده اسمه حتى بقى ان خالط. بيبتدي يخلط الترددين دول. ركز كويس او في الكلام اللي هقوله. يبتدي يخلط الترددين دول. انهي ترددين. تردد المحطة اللي تكبر اللي انا عايزه. اللي انا قلت لك اسمه فريكوانسي كاريار. اف سي. وتردد مين تاني? تردد المزبزب المحلي. اللي هو اف او. اللي هو اعلى. خلي بالك. اعلى من تردد المحطة بمقدار التردد متوسط الهو ربعمية خمسة وخمسين. دخل التردد مزبزب. تردد المحطة. نفترض ان هو الف. الاف سي بالف. ركز كويس او. تردد مزبزب اللي هيجيله بكم? الف ربعمية خمسة وخمسين من غير كلام. هيخش الاف او اللي هو الف ربعمية خمسة وخمسين. دخل الاف او ودخل الاف سي. والاف او بالف ربعمية خمسة وخمسين. هيخش جوه مين? جوه الخالط. هيحصل ايه بقى جوه الخالط? هيدخلت الترددين دول. اللي هو الف او والاف سي. خلي بالك اللي احنا قلنا على سبيل المثال. واحد ده بالف الف سي والاف او بالف ربعمية خمسة وخمسين. دخلوا جوه الخالط. الخالط هيبتدي يخلطهم. اول ما يبتدي يخلط يخلط الترددين دول. الميكسر او الخالط. حينتج جوه الخالط خمس حاجات. نتيجة خلي بالك. نتيجة خلط الاف او والاف سي. جوه الخالط حينتج خمس حاجات. نتيجة خلطهم هم اتنين. ايه هم الخمس حاجات? الاف سي لوحدها. دي كانت دخلا من الاول. والاف او لوحدها. ومجموعهم. اف او زائد اف سي. والفرق بينهم. اللي هو مين? اللي هو التردد المتوسط اللي هو ربعمية خمسة وخمسين. مش انا قلتلك. المحطة ترددها الف. الاف سي. والاف او اللي حجلها الف ربعمية خمسة وخمسين. الفرق بينهم. اللي احنا بنسميه الاف. الاف. تردد المتوسط. اللي هو الفرق بينهم. الخامس ايه بقى؟ الخامس التوافقيات يبقى نتيجة الخلط جوه الخلط بتاعت الترددين الف او والف سي نتج خمس حاجات الف او لوحدها المزابزب لوحده الف سي لوحدها مجموحهم الف او زي الف سي الفرق بينه مدلل بدور عليه اللي هو الفرق بين الترددين الف او نقص الف سي والتوافقيات يبقى اصبح عندي دي المجموعة اللي انا داخل الخلط طب انا عايز مين فيهم عايز الفرق بينهم الترنزستر المكبر التردد العالي ده هيقلب نفسه ويشتغل كخلط يعني الخمس حاجات جوه الترنزستر ده ركز كويس او في الكلام ده الخمس حاجات جوه الترنزستر انا عايز مين فيهم عايز الفرق بينهم بس اللي هي ربعمية خمسة وخمسين خمس حاجات موجودين اذا انا اديت علم للراجل ده اللي على الباب قلت له ما اتطلعش غير مين غير الفرق بينهم مين الراجل ده اللي احنا موقفينه فوق دماغ الترنزستر ده دايرة تنغيم او دايرة رالين منغمة على الفرق بينهم منغمة على ربعمية خمسة وخمسين مظبوطة على انها تخرج ربعمية خمسة وخمسين وده اول محول تردد متوسط فوق دماغ الترنزستر يعني في الخارج بتاعه عشان ما يطلعش غير الفرق بينهم اللي هو التردد المتوسط طب نتيجي نشوف بقى الشرح بتاع مكبر نشوف الخالط الاول وبعد كده نشوف الجزء اللي خاص بالتردد المتوسط نرجع للشاشة مرة تانية نشوف كده عندنا مرحلة المازج او الخالط بص يكون بخلط اشارة المزابزب المحلي اللي هي F-O اللي هتطلع من هنا واشارة المحطة المستقبلة اللي هي F-C اهي اللي جاية من المكبر ونتيجة الخلط ينتج عني مجموعة من الترددات هي مين بقى زي ما قلتك الخامسة اول حاجة مين فيهم F-O التردد المزابزب اللي هو طلع لي واحده F-C اللي هي جاية من المكبر مجموعة الترددين كل دول جول خالط F-O زائد F-C وبعدين الفرق بين الترددين اهم ال-IF التردد المتوسط وده اللي بدور عليه اللي هو ال-F-O ناقص ال-F-C فياكن لما انا قلتلك هتخلي ال-F-C بألف وال-F-O هيبقى لازم الف ربعمية خمسة وخمسين هيبقى ال-IF بكم بربعمية خمسة وخمسين قادي اللي بدور عليه واللي انا عايزه الجزء الخامس اللي موجود في الخالط اللي هو التوافقيات ترددات التوافقيات يبقى الخمس حاجات زي ما قلتلك تردد المحطة F-O وتردد المزبزب F-O وتردد المحطة F-C ومجموحهم F-O زايد F-C والفرق بينهم اللي هو ال-IF ده F-O ناقص F-C والتوافقيات انا عايز مين قلتلك انا عايز الفرق بينهم لازم بقى حط حد هنا فوق دماغ الخالف اللي قلتك عليه الراجل اللي هيوقف في الخارج ما يخرجش غير مين غير التردد المتوسط اللي هو الفرق بينهم تعال نشوف بقى كده يتم اختيار اشارة واحدة من الخامسة فقط من تلك الاشارات اللي يتطر الفرق بينهم السابقة وهي اشارة الفرق بين الترددين بقيمة مين ربقمية خمسة وخمسين كيلو هرتز او ربقمية خمسة وستين كيلو هرتز وانا قلتلك في قيم كتيرة بس اشهرهم مين الربقمية خمسة وخمسة وهو الترددبا hatır اختارها ازاي بقى المحطة دي الفرق بينهم دول هاختارها عن طريق دائرة رانين موجودة في خارج الخالط وده بيبقى اول محاول ترد متوسط ويتم ذلك عن طريق دائرة رانين اللي محاول ترد متوسط وخلي بالك ده بيقى اشوف انا عملك بالكلام باللون الاصفر اي واللون المحاول ده يبقى اصفر وحورولك عمليا كمان الموصلة في خارج المازج او الخالط حيث يتم توصيلها الى داخل مرحلة تكبير الترد البيني او الترد المتوسط يبقى الخالط اهو هاخد منه الفرق بالترددين اللي هو الترد متوسط 455 وقدين مين لمكبر التردد المتوسط تعالى نشوف بقى الخالط عمليا ونظريا مرحلة الخالط او المازج المكسر نظريا وعمليا نيجي بقى هنا ادي الخالط الله اللي هو كي واحد اللي هو ده نظريا وده عمليا بتاع الميديم ويف وقادي نظريا اهو اللي هو برضو الخالط وقادي عمليا لا يا استاذ انت كده مش الموضوع كده مش صح ده انت لسا قلنا انه هو ده مكبر تردد عالي ايوة وانا قلتلك برضو قبل ما اقولك مكبر تردد عالي قلتلك مكبر تردد عالي هيغير نفسه وحيبقى ايه خالط ادي الكلام اللي انا قلت عليك تعالى بقى نشوف على الدائرة نفسها ازاي الكلام ده بتم ازاي المكبر غير نفسه سميناه كونفرتر او مبدل عشان يحول نفسه من مكبر تردد عالي لخالط امتى يغير نفسه لما ييجي تردد مزبزب لما يخش شوف المكبر هو مكبر داخل عليه الف سي وهيكبرها وعالي لما يتردد المحط امتى يبتدي يغير نفسه لما ييجي تردد مزبزب خلي بالك اللي على القاعدة اللي على القاعدة اللي داخل على القاعدة الترانزيستور مكبر ايشان تردد عالي مكبرها اللي هيكبرها ده على القاعدة امتى تيجي تردد مزبزب يشغل تردد مزبزب ويبتدي يخش عندما يبتدي يشتغل التردد مزبزب ويخش على المشاع او للتردد الدميلي على المشاع يتقلب حال الترانزيستر يبقى خالط تعال نشوف الكلام ده على الدايرة بص خلي باك با معايا قادي داية الاختيارة هي هناخد على الجزء الفوق بتاع الميديا موف وطبعا اللي هينطبق على الفوق هينطبق على تحت هتخش الاشارة بعدما اخترتها دخلت على ايه على قاعة الترانزيستر تي واحد هتخش على قاعة الترانزيستر اشارة التردد عالي دي هتتكبر وتطلع على مين؟ على المجمع ايه المفروض تستمر كده جزء بالحس المتبادل بين الملف ده والملف ده اهو ملفين هم جزء منها هيخش على دارة المزبزب يعني جزء من الاشارة المكبرة هيخش على دارة مين؟ المزبزب هيبتدي يشتغل دارة المزبزب اللي فيها L3C14 اول ما يشتغل المزبزب ويطلع على F-O شوف كده ال-F-O ده هيجي عن طريق C10 على مشاع مين؟ الترانزيستر اول ال-F-O دي ما تيجي بتاع التردد المزبزب اللي جاي من فوق تخش على المشاع وهنا على القاعة ده فيه تردد المحطة لواء F-C اول ما يجي هنا ال-F-O يبتدي يتغير حالة الترانزيستر ده ويشتغل كايه؟ كخالط يبقى انا عرفت دلوقتي امتى الترانزيستر اشتغلكو خالط اول ما جيتها ردد مين؟ المزبزب حيانتو الجوة الخالط الخامس حاجات ال-F-O وال-F-C ومجموحهم والفرق بينهم متوافقيات انا عايز مين فيهم؟ عايز الفرق بينهم مين اللي حيبتدي ياخد الفرق بينهم ويخرجه؟ الراجل اللي قلنا عليه Auif الخارج عند البوابة اللي في خارج الترانزيستر تعالي نشوفه على الدايرة نشوف اللي هو المحول اللي احنا قلنا عليه المحول ترد متوسط اللي هو ما بيخرجش غير مين؟ الترد المتوسط تعالي نشوفه على الدايرة خسالك جوه الخالط كده نتج خمس حاجات خلاص خلال اللي هو اللي قلنا عليه هيطلع بعد كده مين؟ بلخ Liqu вторق جدا بنتصل بمين؟ اذي اول محول ترد Sue متوسط الوقتي واحد اللي هو الراجل اللي واقف اللي مش يخرج دي غير التردد المتوسط اللي هو لنه أصفر في العملي أهو وده اللي هنتكلم عليه لما نيجي نشرح على مكبرات التردد المتوسط أو مكبر أو مراحل مكبر التردد المتوسط كده احنا وصلنا في شرح الأجزاء بتاعة السبرتو داين وصلنا إلى دائرة الخالط هنكمل إن شاء الله بإذن الله في الحلقة القادمة الجزء الخاص ببقية المراحل ابتداء من مكبر التردد المتوسط لحد السماعة بكده تنتهي حلقة اليوم ونشكر لكم حسن الاستماع والمشاهدة وإلى أن نرقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله